بيبدأ الفيلم بريفر وهي مع بنتها الصغيرة جيد وبتكون هي الحاجة الوحيدة الحلوة في حياتها ومن غيرها مش هتعرف تعيش وبتفضل تلعب معها وبيهزروا مع بعض وبعدها بيرسموا على وشهم هيكل عزمية وبيخرجوا مع بعض وبيروحوا يلعبوا شوية في المية وبيخرجوا التحالب وبيقضوا وقت ممتع مع بعض وبيروحوا الحفلة وهناك ريفر بتقابل صديقتها وبتسيب معها بنتها لأنها رايحة الشغل دلوقتي وبتروح على سوبر ماركت وبتشتري سجاير وبتسرق حاجة قبل ما الراجل يشوفها وبعدها بتدخل الحمام أول ما الراجل بيلاحظ الرسمة الغريبة اللي على وشها وبتغسل وشها لغاية ما بيرجع لطبيعته وبتتمشى وبتركب عربية مع الزباط كارسيلو هيرناندز اللي هي شغالة تبعهم علشان يقبضوا على سيلاس وسيلاس بيكون حبيبها السابق ووالد جيد وبياخدوا شنطتها وبيحطوا ميكروفون علشان يسمعوا كل حاجة ويقدروا يسجلوا لسيلاس وبعد كده بيدوها لها تاني وهي بتنزل تستنى في مكان فاضي تماما لغاية ما عربية بتوصل وساعتها هي بتتوتر وبترمي العصير اللي كانت بتشربه في الشنطة بسرعة وبتستعد انها تقابل سيلاس لكنه ما بيكونش موجود ولازم تركب العربية بسرعة معهم ويوصلوها لبيتو وهي طبعا بتترعب جدا وما بتكونش عارفة تعمل ايه وبتضطر انها تركب معهم وبتكون خايفة جدا وهي في الطريق وفي نفس الوقت الميكروفون بيكون معلق ومش شغال بسبب العصير اللي وقع عليه وباهد للشنطة كلها وبيفضل يدخله من طرق غريبة وبعدها على طريق ترابي وريفور بتخاف اكتر وبتسأل فرانكي هما رايحين فين لكنه بيطمنها وبيقولها ما تخافش وبيوصلوا عند بيت وجون الحارس بيفتح لهم البوابة وبيدخلوا للبيت لكن ريفور لما بتلاحظ ان الشنطة بتاعتها تبلت بتكون عايزة تدخل الحمام واول ما بتدخل بتشغل المية علشان ما تعرفش حد هي بتعمل ايه وبتخرج الميكروفون وبتمسحه كويس وبتبلغ الزباط انها في مزرعة بعد الطريق الترابي لكن الميكروفون ما بيكونش شغال نهائي وبتكون قعدت وقت طويل في الحمام وبعدها بتخرج وبتنزل علشان تقابل سلاس وبيقعد معهم ما بيكونش فاهم ايه السبب اللي خلها تيجي مكانه علشان تقابله وخصوصا انه ما شافهاش من سنين بعد ما سابه بعض وما بيكونش حتى عارف بنته عندها كم سنة لكنها بتقوله ان في شوية اطفال بيشتروا منها الحبوب وهي بتقدر تبيع كميات كبيرة منها بعدشان كده هي عايزة كمية كبيرة وبتطلع له الفلوس وبعدها بياخدوا شنطتها وبيفتشوا فيها وهي بتقلق جدا وساعتها بيلاقوا الميكروفون وعلى طول بتهرب وبتطلع تجري وسلاس بيتدايق جدا منها لانها ضحكت عليه وبقيت العصابة بيجروا وراها لكنها بتقدر تركب عربية وبتهرب من المكان بسرعة لكنهم بيقدروا يوصلوا لها وبتضربوا على العربية النار فبتضطر تهرب منها وبتستخبها ورسول خشب والحسنة حظها العصابة مش بيشوفوها وبتقدر تهرب منهم وبتروح على صدقتها ستيسي وبتبلغها تقابلها ورا المطعم دلوقتي وبتاخد منها موبايلها وبتتصل بصدقتها بتطمن على بنتها وبتبلغها انها ما تفتحش لأي حد يخبط على الباب بعوبال ما تيجي وبتتصل بمكتب الزباط لكن مش بيكونوا موجودين فبتسيب لهم رسالة بمكان سيلاس وبعدها بتاخد العربية بتاعت صدقتها وبتجري بيها بسرعة لغاية بيتها وهناك بتتفاجئ ان بنتها مفقودة وماديسون وقع على الارض وفقد الوعي وبيجي لها اتصال من العصابة انها لو عايزة تشوف بنتها عايشة مرة تانية فلازم تروح مكان سيلاس خلال نص ساعة وساعتها ماديسون بتتفاجئ انها رجعت تتعامل مع المخدرات من تاني مع سيلاس لكن ريفر بتفاهمها ان المرة دي مختلفة وهي عايزة تخرج فبتودع صديقتها اللي بتطلب منها ترجع لها مع بنتها في سلام وبتنزل تحته وبتكون لسه هتمشي لكن بتقرر انها تطلع لجارها ستيفي وبتدخل وبتطلب منه مسدس لانها محتاجة ضروري لكنه بيبقى شارب لدرجة العميان ومش قادر يقوم يعمل حاجة وبيقعد يضحك مع صديقه فبتيجي دانيلا وبتديها مسدس وبتقول لها انه لسه جديد ونظيف وبتقعد تدعي لها انها هتكون كويسة وما فيش اي قازة هيجي فيها وكل حاجة هتكون كويسة وبنشوف الزباط كارسيلو وفرناندز وهم متضايقين جدا لانهم مش عارفين مكان ريفر ولا اي معلومة عنها وكمان المايكروفون مش ظاهر منه اي حاجة وفرناندز بينزل متعصب من العربية بسبب انهم كده مش هيقداروا يعرفوا مكان سيلاس ولا حتى يقبضوا عليه لكن كارسيلو بينزم من العربية بيوسي وبيقولوا انهم هيقداروا يوصلولو وبيروحوا لشخص اسمه سويتش وبيخاف جدا اول ما بيشوفهم جايين عند بيته وبيسألوه عن مكان سيلاس وبيهددوا انهم هيحبسوا من تاني لو متكلمش لكنه مش بيبقى عارف حاجة لكن بيبلغهم بشخص بيكون عارف مكان بيت سيلاس وبياخدوه معاهم وبيروحوا عنده وبيضربوا فيه لغاية ما يتكلم لكن برضو من غير اي فايدة وبيرجعوا من تاني وبينزلوا سويتش في مكان بعيد عن بيته وهو كده ممكن يبقى في خطر لكنهم مش بيهتموا وبيقعدوا مع نفسهم ومش عارفين هيعملوا ايه وفي نفس الوقت قلقانين على ريفر لا تكون في خطر وهي اكيد كانت هتتواصل بيهم او حتى بالمكتب بتاعهم وبيشغلوا خط المكتب وبيسمعوا رسالة من ريفر وبتقولهم انها هربت من سيلاس وبتدهم عنوان بيته وانها رايحة دلوقت على بيتها فبيقرروا يروحوا لها واول ما بيوصلوا مش بيلقوا اي حد خالص في البيت قبل ان فيه حاجات كتيرة متكسرة في المكان وبيدعصابوا جدا انهم اتأخروا وسيلاس بيقعد قدام جيد وبيكون عايز يتعرف عليها لانها في نفس الوقت بنته اللي عمره ما شافها لكن بيكون عنده استعداد يقزيها لو في سبيل انه يمسك ريفر لان اهم حاجة عنده هي شغله وما ينفعش سمعته تضرب وان ريفر واشت عنه فلازم يطبق قانون العصابات على الواشي وريفر بتتحرك في الطريق وبتسوق عربتها وبتكون مصممة انها هتعمل حاجة ومش هتندم عليها ابدا وبيكون معاها لعبة بنتها في الشنطة وبتوصل لبيت سلاس وبتنزل وهي مسك اللعبة وبتقول للحارس انها لعبة بنتها لازم تبقى معاها لانها بتحبها فعلشان كده الحارس طنش اللعبة وبدأ يفتشها هي وما لقاش معاها حاجة فبيسمح لها بالدخول وعلى طول اول ما بتدخل بتطلع من ظهر اللعبة المسدس وبتخبف هدومها وبعدها بتنزل لمكان بنتها واول ما بنتها بتشوفها بتكون عايزة تجري عليها زي بالزبط شعور ريفر لكن سلاس بيمنع ان ده يحصل تماما وبيفضل ماسك جيد وبيقول انه ممكن من دلوقتي يزبط زيارات عشان يشوفها وريفر بتكون خايفة ومرعوبة على بنتها وبتوافق على الزيارات وانهم ممكن يزبطوا المواعيد مع بعض وساعتها سلاس بيؤمر رجالته انهم ياخدوا جيد ويحطها في القوضة وهي بتصرخ ومش عايزة تسيب والدتها وريفر بتقول انهم حتى يدولها اللعبة بتاعتها لكن سلاس بيرفض وفعلا بيرموا جيد في القوضة وبتكون منهارة من العياط وسلاس بيزعق لريفر وبيقولها انه اول ما سمع ان والدة بنته محتاجة للمساعدة فقرر يساعدها فورا وخصوصا انها عمرها ما طلبت منه اي حاجة غير انه يبعد عنهم هي وبنتها وهو احترم الرغبة دي جدا وعلشان كده ما قربش منهم من ساعة ما سبها فليه هي هتعمل معا كده وتبلغ عنه للشرطة فهي بتتوتر وبتقول انها عملت كده لان ده الاختيار الوحيد اللي كان قدامها لانهم خيروها يا اما ياخدوا منها بنتها يا تشتغل معاهم فهي اكيد مش هتسيب بنتها وعلشان كده وفقت انها تشتغل معاهم وبتقولوا ان الشرطة مش عارفين عنك اي حاجة ولا عن المكان اللي انت فيه وان المايكروفون باز منها في الطريق وانه لو كان شغال كان زمان الشرطة وصلوا للمكان بكل سهولة وجيت بتتوتر جدا وبتحاول تسد ودنها علشان ما تسمعش الزعيق اللي على والدتها لكن سلاس مش مهتم الكلامها حتى لو كان صح لانه مش هيعرف يخلي الواشي يمشي لان ده مضر للأعمال وعلشان كده بيتأسف لها وبسرعة بتقوم وبتطلع السلاح وبتهددهم كلهم وبتأمره يخلي بنتها تطلع دلوقتي وما بتكونش بتهزر معاهم لكن شخص من وراها ضربها على دماغها ووقع منها المسدس وساعتها سلاس اخذ البنت الصغيرة ودخل بها للأوضة مرة تانية وريفر ربطوها وخرجوها برة وساعتها سلاس وصلها علشان يخلص عليها لكن كارسيلو وفرناندس بيكونوا وصلوا للمكان وبيتسحبوا لكن الحارس بيلاحظ ان الانذار ضرب فبيقرر يطلع بنفسه مع انه مصاب وكارسيلو وفرناندس بيثبته اول واحد وبيخليه يرمي السلاح على الارض لكن بيطلع الحارس وبيضرب طلقة بتصيب فرناندس وساعتها كارسيلو بيقتله وبيساعد صديقه علشان يقوم وبيكون هو ده الوقت المناسب علشان يتصلوا بباقي الشرطة انهم يوصلوا وسلاس اول ما بيسمع ضرب النار بيجرب سرعة علشان يشوف اللي بيحصل وبيسيب ريفر لوحدها وهي بتزحف على الارض علشان تقدر توصل للصبار وبتحاول تقطع اللزء اللي ربطين بيقديها لكنها طبعا بتنزل دم من ايدها بسبب انها انجرحت من الصبار وانها مش شايفة وعايزة تخلص بسرعة علشان تلحق تنقذ بنتها وجيد بيكون معاها فرانكي بس فهي بتقدر تهرب منه وبتاخد لعبتها وبتطلع في القوضة اللي كلها انوار وبتستخبه هناك وسلاس بينزل وبيتفاجئ ان جيد هربت وبيتدايق اكتر من فرانكي علشان هو اللي سمح بالواشي ان يدخل بيته وبيطلعه علشان يدوره على جيد لكنها بتكون زكية وبتقدر تستخبه كويس لكن في نفس الوقت سلاس بيسمع كارسيلو وهو بيطلب الدعم وبيعرفهم بمكان المزرعة اللي هم فيها وريفر بتقدر تفك ايديها وعلى طول بتطلع تجري وبتدخل البيت من الباب الخلفي وبتنجح انها تدخل للقوضة اللي بتكون مليانة نور وهناك بتدور على بنتها ومش بتلاقيها لكن بنتها بتقدر تشوفها وهي بتلاحظ ان في حد جاي فبتستخبه وساعتها بتشوف بنتها وبتخليها تستخبه لغاية ما تجيلها وسلاس بيدخل للمكان والشخص التاني بيروح يجيب فرانكي لانهم مش هينفع يسيبوه موجود في المكان والشرطة تلاقيه وساعتها سلاس بيسمع صوت اللعبة وبيلاقي جيد وبيشيلها وبيمشي بيها لكن ريفر بتجري وبتشغل صوت الانذار وسلاس بيقرر يقعد وبيدي البنت الصغيرة للناس اللي معاها وبيخلهم يمشوا وهو بيقعد لوحده بيطلع المسدس بتاعه بيكون عايز يقضي على ريفر لكنها بتطلع فجأة وبيكون معها سكينة وبتغرزها فرقبة سلاس وبيقع على الارض والمسدس بيقع من ايده وهي بتكون فرحانة لانه كان بيحاول ياخد بنتها منها وبعدها كارسيلو وفرناندس بيدخلوا للمكان وبيشوفوا سلاس ميت واقع على الارض وريفر بتطلع بره وبتهددهم علشان ينزلوا بنتها لكن لما بتاخد بنتها بتكون عايزة تخلص عليهم لولا خروج كارسيلو وقدروا ان يوقفها لما قالها انها خلاص بكده تكون سددت كل حاجة وما بقتش شغالة معهم وساعتها بترتاح وبترمي السلاح على الارض وبتحدم بنتها وبيركابوا العربية مع بعض وبتكون فرحانة انها قدرت تنقذ نفسها وبنتها من سلاس والعصابة وبيقعودوا في نص الطريق على العربية وكل واحد بيكون معاها زازة مية وبيشربوا منها وبيفضلوا يضحكوا وبيستمتعوا بوقتهم كأن مفيش حاجة حصلت والدنيا بقت تمام في سانية لان ريفورد جمعت مع بنتها من تاني وهنا بيخلص في المناء ونتقابل في تلخيزة جديدة شكرا للمشاهدة